طيب كلمة معايدة لإخواننا في ختام هذا الشهر المبارك شيخنا الحبيب نعم كلمة معايدة لمشاهدين الكرام ولمحبيك في كل مكان في ختام هذا الشهر دعوت لهم دعوت لي ولك ولمشاهدين وللإخوة القائمين على تصوير الله يبارك فيك القائمين على المنتاج والقائمين في القناة قناة الندى الفضائية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وهي قناة صاحبة منهج مستقيم ليس بمنحر بفضل الله تبارك وتعالى ونحن أيضا نراقب أو أنا أراقب على البعد بكل ما يعني أستطيع أراقب المواد التي تعرض في القناة وأنا حريث جدا على أنه لا يركب كرسي القناة إلا رجل على منهج السلف الصالح وأسأل الله تبارك وتعالى أني قد يتقبل مننا ومنكم الصالح العمل وأهيب بكم أيضا أن تعتنوا بقناة الندى أيضا هي القناة الباقية نسأل الله عز وجل أن يبقيها وأن لا تحرموا من مشاهدتكم عليها وأن لا نحرم من بث الخير إليكم من خلالها الله يبارك فيك واللهم أستعر اللهم أمين رفع الله قضيك شيخ الحبيب بارك الله جزيط الجنة الله يبارك فيك جزيط الجنة الله يبارك فيك أحبتنا في الله بهذه الكلمات الماتعة الرائقة الرائعة من شيخ الحبيب فضيل الشيخ أبسحاق الحويني نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الأمسية وختام هذه الأمسيات في هذا الشهر الكريم المبارك من برنامجكم أندى العالمين الذي عشنا فيه مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع كيف أحبه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شرفنا بمعية شيخنا الحبيب كما هو الحال في قناتكم قناة الندى دائما وأبدا تكون المادة الرئيسة هو برنامج شيخنا الحبيب فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي قدره في الدرين وأن يكتب له تمام الأجر وأن يجعله دائما وأبدا سدا منيعا أمام كل مغرض أو كل متهجم على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم قائدا لكتيبة حرص الحدود المقبلة بصدرها وبقلوبها على سنة النبي منافحة ومدافعة بإذن الله تبارك وتعالى أحبتنا في الله وصلنا وإياكم للختام فنقول لكم دمتم في الخير والطاعة كل عام وأنتم إلى الله أقرب تقبل الله منكم الخير والطاعة وجعنا وإياكم من متبعي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وحتى نلقاكم في برنامج آخر نقول دائما وأبدا حيها له دمتم في الخير والطاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته